كان هناك دخلنا بقية في السياسة وهو مشروع أنا وجيزه طالما السياسة مشروعاً لأنه وجد الأنصار قالوا نحن أولى جؤتم هاربين ونحن الأولى ونصارناكم ابن هاجرين قالوا بالي والي والي والآخر جوا عمر بن خطاب وأبو بكر والصحابة كبار الصحابة فمثاليات عمر والآخر في هذه اللحظة اختفت بالكلية وقال قولته المشهورة دخلوا في المساومة أولى لما الأنصار فقدوا الأمل في الخلافة منكم أمير ومننا وزير فرفض منكم أمير ومننا أمير فرفض طيب وزير رفض شوف العبارة بقى تريدون أن تغصبون هذا الأمر والله الخلافة في قريش أبدا هل يختلفوا هذا عن الجاهلية قبل الإسلام؟ القبائل والفخر والمباهة وإلى آخره وبعدها جاءت لحكاة حسمة المسألة بقوة عمر وأخذ بالك ولذلك من هذه اللحظة مصير الأنصار عبثا تحاول أن تفعث عليه في تاريخ الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر